خلونا الحقيقة احنا النهاردة كنا بنتكلم على جولة الرئيس كنا بنتكلم على مسألة الوثائق المؤمنة وعليه بنتكلم على انه ده يخلق نقلة كبيرة ونوعية جدا في مستقبل هذا الوطن في مستقبل مصر ضفنا العزيز دكتور عبدالوهاب جنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي منورنا داخل الستوري اهلا وسهلا ازاي الصحافة الله يخليك كله تمام الحمد لله مسعد جدا لما بشوف حضرتك احنا اكتر ونسعد بقى كمان يعني زيادة السعادة ساعتين لان احنا هنقدر نستفيد حبتين كتير احنا النهاردة كنا في عرص تكنولوجي رهيب ليه اه اولا مركز الوثائق المؤمنة والزكية هو جزء من منظومة امن وسرية وخصوصية البيانات اللي هي جزء من منظومة التحول الرقمي ومصر الرقمية اوكي اولا امن وسرية المعلومات بيمر بمراحل كتيرة المركز ده اخر مرحلة فيها بيانات المئة مليون مواطن سواء بيانات شخصية صحية تعليمية روح السيارات في التأمين الصحي كل كل دي بيانات في جزء بيانات وجزء معلومات دي حاجة في عندنا جزء من الخرايط بتاعت المدن الزكية جديدة خرايط المواسير المية ماشية ازاي الصرف الصحي القهربة التليفونات الفايبر اوبتيكس ماشي ازاي كلها دي خرايط دي معلومات مهمة جدا ومؤمنة في عندنا جزء تاني من البيانات البيوماتريكس فيها بصمات وفيها اشعاعات وفيها حاجات كتيرة جدا جزء منها ممكن يدخل ناحية الطبية جزء يدخل منها في الزراعة اذا عندنا انواع كتيرة جدا من البيانات تتخيل انت النهاردة حجم البيانات بهذا الشكل احنا كنا بنقيس البيانات بالكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت مش كده وصلنا والتيرة اه والتيرة والبيتا والإجزا والزيتا واليوتا وصلنا اليوتا واحد وجنبها 24 سفر حجم البيانات اللي عندنا ضخم جدا دي اول حاجة هل انت بتأمن البيانات بس وقت اتبعتها عشان اتكلم عليها دلوقتي لا الاصعب في المراحل الاولى امن وسرية المعلومات في قاعدة كده بتقول البيانات بتفقد 60% من العاملين من داخل المؤسسة و40% من خارج المؤسسة اذا انت لازم تحط الاول جميع مراكز المعلومات الحكومية مش كل شخص بيشتغل فيها بيطلع على كل حاجة فيها مش معناه ان انا بشتغل في مركز معلومات وزارة كذا معناها ان انا ببص على كل بيانات الموظفين الصحية مصر لا ليس ليها الحق رغم ان انا ايه بشتغل في المركز ليه بحط جداول وماتريكس كده مصفوفة صلاحيات مين بيدخل البيان مين ممكن يشوف جزء معين مين ممكن يشوف جزء اكبر مين ممكن يلغي مين ممكن يعدل لان البيانات دي امانة رغم ان انا بشتغل فيها دي اول نقطة طب البيان ده نفسه بقى يعني متخزن فيه تخزن على سيرفرز وكمبيوترز ضخمة اشكال التخزين ممكن يكون في قاعدة بيانات ممكن يكون في فايل نصوص بس كده زي الورد